أنا بفكر مع حضرتك بسوء تعالي يعني مثلاً لو فيه ملحن جيد جداً ومغني جيد جداً وقدموا أغنية حتى جميلة جداً جداً هل مش هتلاقي لها يعني مصار في السوق المصري؟ لا بقى المتنفس دلوقتي السوشيال ميديا بتنزل على الفيسبوك بتنزل على اليوتيوب بتنزل على تويتر الحاجات دي دي المتنفس بتاع المطرب والملحن والمؤلف طب حضرتك كملحن يعني أين تجد جمهورك؟ أنا المتنفس بتاعي فعلاً اليوتيوب والفيسبوك وبقى المزيكة بتاعتي بعملها بقى بحطها على الحاجات دي لكن ما بقتش فيه سيديهات دلوقتي ولا شرائط خلاص الشرائط انكردت ما بقاش فيه حاجة اسمها شرائط كاست بقت سيدي أو فلاشة بعد كده فلاشة بتحط عليها مئات الأغاني أشهر أغنياتك إيه؟ أو أحب الأغنيات إلى قلبك إيه؟ حاجات كتير واللي نجحت في السوق حاجات كتير زي أنغام مثلا راحة ليالي وبتحب مين الأنغام شرين لازم عيش وعلى بالي يعني سيني مش عارف إيه أنا كده وعلى الحجار ريشة ويا ريشة إيمان البحر دوامت نكون أولاة في أغنية في شريت اسم اللحظة ألبوم اسم اللحظة في مكتوب لغنيلك يعني حاجات كتير عندي أحبها حبك هادي لطيفة مثلا ساميرا سعيد لازم تنجرح